مشاهدين اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في حلقة المشهد لهذا اليوم والتي سنتناول فيها قضية مجزرة حي التضامن في دمشق وتداعياتها وفي العناوين لهذه الحلقة صحيفة الڭارديان البريطانية تنشر تحقيقا مصورا عن مجزرة جماعية مروعة ارتكبها النظام السوري في عام 2013 وفي الحلقة ايضا تنديد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بمجزرة التضامن وانتهاكات النظام السوري وايضا واشنطن تعلق على تحقيق مجزرة التضامن وتقول ملتزمون بالمحاسبة وكانت هذه المجزرة قد خلفت ردود فعل واسعة باثر مقطع فيديو نشرته صحيفة الڭارديان يوم الاربعاء الماضي يظهر ضابط مخابرات بصفوف قوات النظام السوري وهو يقدم على اعدام العشرات من المدنيين في حي التضامن بالعاصمة دمشق في العام 2013 وجاء المقطع الصادم الذي حذرت الصحيفة من احتوائه على مشاهد قد تكون غير ملائمة بل وتكون مؤلمة مرفقا بتقرير مطول حول تحقيق اجراه باحثان ووقعت هذه الجريمة المروعة في السادس عشر من ابريل 2013 في حي التضامن بدمشق وقد اسفرت عن مقتل نحو واحد واربعين شخصا ودفنهم في مقبرة جماعية ثم سكب القتلة الوقودة على الرفات واشعلوه ضاحكين وتقول صحيفة الجارديان ان هذا الفيديو يوثق قصة جريمة حرب من قبل احدى اشهر هيئات الانقاذ في النظام او الانفاذ في النظام السوري وهو الفرع 227 من جهاز المخابرات العسكرية في البلاد حيث استطاعت تحقيق ان يصل الى معلومات تؤكد ان الشخص الذي ظهر في المقطع كان رائدا في الفرع 227 وهو التابع للمخابرات السورية ووفقا ايضا لمصادر الصحفية فان حي التضامن في دمشق لم يشهد هذه المجزرة فحسب حيث تم تسريب 27 مقطعا مصورا لجرائم عدة وقد بلغ عدد الضحايا الموثقين 288 شخصا ظهروا في هذه المقاطع وقد كان معظمهم من فئة الشباب وكبار السن كما يظهر احد التسجيلات اجساد مجموعة من الاطفال وسط غرفة مظلمة ويظهر مقطع اخر او يظهر مقتلى سبع سيدات بوحشية هذا التحقيق وهذه الجريمة التي كشف تحقيق صحيفة الڭاردين خلف الكثير من ردود الفعل الغاضبة على تصرفات النظام السوري سواء كان في العام 2013 او غيرها من السنين لكن ما تداعيات هذا الكشف هذا ما سنبحثه في حلقة اليوم من المشهد رحب بضيفي عبر سكايب فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أستاذ فضل بداية اهلا بك معنا شكرا على الاستضافة اهلا بك كيف تلقفتم بدايةنا الكشف عن هذه الصور المروعة لمجزرة حيات تضامن عام 2013 بالحقيقة يعني هاي الفيديوهات وهي الصور لدينا يعني كم كبير منها ووقع في سوريا على يد النظام وبشكل أساسي والشبيحة التابعين له كم هائل من هيدا الصور والفيديوهات اللي اتميز فيه التحقيق اللي عملته نيوز لاين موقع نيوز لاين ونشرته الجارديان انه هو قدر يوصل لمين الشخص اللي ارتكب حدد الشخص وليس النظام آل أو قوات من النظام السوري حدد ثلاث شغلات أساسية حدد الشخص أول شي حدد هذا الشخص من الجهة وهي الفرع 2-2-7 لمخابرات العسكرية والنقطة الثالثة الأهم من الاثنين الأولانيين أنه أخذ اعتراف من الشخص أنه هو اللي ارتكب هاي الجريمة وبالتالي هو أدان نفسه وأدان هاي المنظومة وإلا أنه يعني النظام هو ارتكب مجازر طائفية والمجزرة تحمل صبغة طائفية يعني وهذا فيه أدلة واضحة العبارات اللي استخدمت السياق اللي ارتكبت فيه طريقة التنفيذ كلها فيه نوع من ليس فقط الدافع الوحيد فيه دوافع أخرى هي دوافع عند الشخص نفسه أنه يحمي النظام وما إلى ذلك لكن فيها صبغة طائفية هناك يعني كم كبير من الفيديوهات المشابهة والمجازر المشابهة واللي ربما في بعضها أشد فضاعة بالحقيقة مثل اللي حصل سبيل المثال بكرة سيقو اسمح لي بهذا السؤال أستاذ فضل اسمح لي بهذا السؤال طالما أنت تحدثت في الإجابة أنه هناك أكثر من صور وأكثر من صور عفوا وأكثر من فيديو يوثق الجرائم لكن تحديدا هذه الجريمة في حي التضامن هل كانت لديكم أية معلومات حولها هل كانت لديكم أية حقائق على الأقل هل كانت ولو كانت هناك شهادات شفوية لديكم حول ما جرى فيها يعني كان لدينا معلومات ليس بهذه الكسافة التي كشفها التحقيق لكن كان لدينا معلومات ونحن سجلنا أنماط من الانتهاكات وقعت في حي التضامن الوسائل الإعلام عم تركز فقط على الجريمة القتل اللي وقعت حي التضامن بالحقيقة بهذه الفترة يعني اللي عم نحكي فيها بالتحقيق والأشهر اللي سبقته بيعني نهاية الـ 2012 وبداية الـ 2013 هون الحي هذا تعرض له حصار القتل هو اللي حصل بهذه الطريقة الوحشية واللي نشرته القارديان هو اللي أخذ المستوى الأعلى لكن فيه جرائم اغتصاب حصت على سبيل المثال ومن نفس هذا الشخص المجرم السادي أمجد يوسف وأيضا فيه يعني اللواء بسام الحسان الشبيح فادي القصر وغيرهم يعني هذول شبيحة كان عندهم يعتقلوا المئات من أبناء الحي فتجي زوجاتهم تسأل عنهم فيطلب منها أنه يتم اغتصابها مقابل أن تكشف عن مصير زوجها وهذا تم مع العشرات من النساء أيضا تم السطو على ممتلكات هائلة لأصحاب الحي من منازل ومن أموال حتى يطلب منهم مبالغ مالية ضخمة من أجل الخروج من الحي يعني في أنماط اللي بدي أقوله أنا أنماط كبيرة من الانتهاكات كان عندنا تصور عن قسم منها التحقيق هو كشف تفاصيل عديدة ما كان عندنا من أبرزها المكان اللي وقع فيه هذا العملية القتل وهي الموقع المقبرة ومنشوف نحن كيف أنه هي محضرة سلفا يعني كشف تفاصيل إضافية كشف مين هويك المجرم هذا أهم شي بالاسم لكن الحي بالحقيقة وبشكل عام الأحياء اللي كانت بريف دمشق خضعت مش بس هي التضامن خضعت لانتهاكات مشابهة من قبل شبيها لماذا وقعت عليها هذه الانتهاكات تحديدا والشواهد التي ذكرتها تحديدا في حي التضامن هل كانت تقع لأسباب معروفة لأنهم في النهاية هؤلاء مدنيون أم نعود إلى فكرة التطهير العرقي أو الطائفي ربما الذي ذكرته قبل قليل لا أنا لم أذكر تطهير طائفي تطهير طائفي هو عالي جدا هذا قضاء تام على طائفة معينة لكن أنا ذكرت إذن بحاجة لتوضيح فقط بداية الإجابة في النصف الأول فضل هي تحمل صبغة طائفية هي كريمة قتل أو اغتصاب لكن لديه أيضا لمسة دينية أو طائفية عنده بعد طائفي وهذا لا يمكن إصباغه على كل الجرائم والانتهاكات لارتكب النظام السوري يجب أن يكون هناك أدلة حتى نحط هذا التوصيف تطهير طائفي هو أمر آخر عم نحكي عن إبادة بالكامل أو شبه كامل لطائفة معينة هناك بعد طائفي بمختلف المجازر والانتهاكات اللي وقعت بمحيط دمشق الأسباب والدوافع بشكل أساسي هو ردع الناس وارهابها عن المشاركة بالحراك الشعبي ضد النظام السوري أنا بعتقد أن هذا المستوى من التوحش نعم ساهم برعب الناس وإلا كان نحن رح نشوف أعداد أكبر بكتير وهائلة من السوريين انضمت لهذا الحراك وتخلصت من النظام ومن أجهزته الأمنية اللي ردع قسم كبير من السوريين هذا المستوى وهذا شيء طبيعي هذا الخوف لدى الإنسان أنه يصير فيه هيك وبأسرته فكتير من الناس هي أخذت موقف حيادي أو أخذت موقف يعني لم تأخذ أي موقف نتيجة هذا التوحش وهي الأفعال النظام مارسه على نحو منهجي وواسع ودون أي رادع لا رادع داخلي ما فيه قانون بيحميه ولهيك الناس خافة ومعها حق ولا فيه أيضا رادع دولي أنه يضغط على هذا النظام ليوقف هاي الانتهاكات حتى يعني السوريين ينضموا لهذا الحراك لأنه هذا الحراك هو لكل السوريين حتى المصور هو من الطائفة العلوية اللي صور الفيديوهات واللي هو لاحقا أعطاها للباحثين اللي اشتغلوا على البحث والمجرم بنفس الوقت هو أو قسم من الكبير من المجرمين هم أيضا من الطائفة العلوية نعم وبالتالي السورة هاي هي لأنقاذ سورية كلها من هذا النظام المتوحش بغض النظر عن الطائفة والدين والعرم سيد فضل ذكرت أن هذا التحقيق يأتي بثلاث نقاط مهمة متعلقة بأنه حدد الشخص وأيضا الوحدة التي ينتمي إليها في الجيش السوري والنقطة الثالثة هي أنه حصل أو استطاع الحصول على اعتراف شفاهي من خلال هذا الشخص بأنه ارتكب فعلا هذه الجريمة وبالتالي أمام هذه النقاط المهمة ما الذي يترتب عليها الآن هلا الآن يترتب عدة شغلات وهذا هو السؤال المهم ما بعد هذا التحقيق نحن نأمل أنه هذا التحقيق يريد يرجع عملية الضغط السياسي على النظام السوري بشكل كبير كتير ويؤدي لمحاسبته والانتهاء منه عبر انتقال سياسي نحو يعني نظام يحترم السوريين بحب البلد بحب البلد بحب الشعب والمواطنين ما بيعمل معهم انتهاكات متوحشة بيحترم حقوقهم بنهض به النظام يعني ديمقراطي عنده لمسة سورية يعني ومواطنية ويعني يحترم القانون هذا أقصى عقوبة ومحاسبة للنظام السوري نأمل أنه يكون فيه تحرك لإنهاء هذا النزاع وأنه هذا النظام هو عم يرتكب هيك أفعال متوحشة وهي بتجي بين أوامر ورضى كام من بشار الأسد لأنه هو بشار الأسد عرف تماما أنه وقعت هذا المجازر وهي المدابح والانتهاكات وهو ما عمل شيء بالعكس هو قد يكون آمر فيها أو مسهل إلها وبالتالي أنه هو متورط بهذه الانتهاكات بيعرف المجتمع الدولي الآن أنه ما حدا بالعالم في أي حكومة عم تعمل هيك بشعبها هذا حتى كنا نشوفه بس برواندا ومن سنوات طويلة بالتسعينات بهذا العصر هاي الانتهاكات المتوحشة اللي النظام عم يعملها هذا عار على أي دولة عربية أو أي سياسة حول العالم عربي أو غير عربي بدي صافح بشار الأسد وهو آمر أنه يرتكب هيك انتهاكات بمعنى اللي بدي أقوله أنه المحاسبة الأهم غير القضاء يعني المحاسبة السياسية انتقال سياسي ضغط حقيقي على النظام وعلى حلفائه الروس إن حكى معهم أنه شوفوا هذا النظام المتوحش ماذا يفعل هم على علم بالحقيقة نشره للعلن أنا أعتقد أنه هو يسبب إحراج لبوتين ولروس أنه هذا الحليف يعمل بالمواطنين هل تعتقد أن في هذه النقطة مشكلة أستطيع أنه اليوم روسيا نفسها متهمة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا صحيح ومتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسوريا وقصفت أيضا بسوريا هي تنكر أنها قامت بالقصف هذا التحقيق هو مثبت تماما والقصف هو أمر متوحش غصة قصف الأحياء المدنية وقتل المدنيين أعتقد هذا التوحش الذي شفنا بالفيديو هو أعلى وفي مستوى من البربرية والسادية حتى هناك درجات بالدكتورية والقمع النظام السوري وصل إلى المستويات العليا منها حتى الروس لديهم توحش لديهم دكتورية لكن أقل بكتير من إجرام النظام السوري حتى النظام الإيراني هو أقل توحش من النظام السوري على الأقل ما يظهر إلى العلن يعني مثلا الإيراني أطلق سراح سبعين ألف من المعتقلين وأتجاه كورونا نظام السوري أطلق صفر يعني نظام السوري هو الأشد توحش ما يشبهه النظام بكوريا الشمالية وحتى يعني توريا الشمالية ما أعرف إذا عملت العناصر تبيته هيك مدابح ورمى الناس بالمقبرة وردمهم على هاي الخلفيات الحساب الآخر لدى النظام هو الحساب القانوني المحاسبة القضائية اللي أعتقد أنه هي يعني في عندها فرصة لكن فرصتها محدودة لأنه يعني للدول الأوروبية اللي فاتح الاختصاص القضائي تشترط أنه حتى تحكم على المجرم وليس حتى تفتح تحقيق من الإمكان الإدعاء العام وهذا التحقيق بالمناسبة تقدم لثلاثة من المتعين العامين بأوروبا بألمانيا وفرنسا وهولند إذا قبلوا أحد من الإدعاء العام خاصة الألماني اللي هو عنده ما يسمى بالولاية القضائية ذات الاختصاص المفتوح يعني أنه عندها بتحسين تبدأ بالتحقيق ولو كان المجرم ما على أراضية تفتح تحقيق وقد يصدر يعني لاحقا يعني بس كيف بدون يعتقلوا لهذا ممكن يتعمم اسمه على الانتربول إذا سافر وهذا أمر صعب يعني أنا يحكي أنه محدودة لكن هي إذا صدر إدانة فالإدانة هي صحي للشخص نفسه لكن هي إدانة للنظام نفسه السوري وقون ينبنع الإدانة تحرك كاسي لإنهاء النظام لكن هل يأبه فعلا النظام بكل هذه التحقيقات وهذا الكشف عن الجرائم سأعود لك في هذه النقطة سيد فضل اسمح لتبقى معنا قليلا نستطيع بعض الأراء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ضجت حقيقة بالحديث مستنكرة لهذه الجريمة المروعة في العام 2013 والتي كما أسلفنا كشفت عنها بالأمس أو أول أمس صحيفة الجارديان البريطانية علي الظفيري عبر تويتر هنا يكتب ويقول مجزرة التضامن البشعة التي كشفت عنها صحيفة الجارديان يفترض أن تكتب نهاية هذه العصابة الحقيرة التي تحكم دمشق ومعها حلف البشعة والميليشيات الطائفي الذي استفرد بالشعب العربي السوري أيضا من ضمن التغريدات ياسر أبو هلالة في متبعته لهذا التحقيق كتب فيديو مجزرة التضامن هو حلقة في سلسلة بدأت بما اقترفه الأب في حما وتدمر وتل الزعتر ولم تتوقف حتى الساعة بشار الأسد من شابها أباه ما ظلم المروع هو من يركضون للتطبيع معه دون أدنى تنازل منه الآن يوجد أكثر من مائة ألف معتقل يمكن الإفراج عنهم وهم يفضلون الموت على السجن أيضا في تغريد أخرى أحمد الشيب النعيمي قال مجزرة التضامن من أبشع ما رأيت في حياتي ولم أستطع إكمال المشهد وكلنا يعلم أنها عينة بسيطة من جرائم نظام الأسد الجبان في حق المدنيين العزل فما هي نتيجة هذه المشاهد البشعة هل سيكون هناك موقف دولي وعربي من هذا النظام الفاشي وماذا عن الدول العربية التي أعادت العلاقات هل تستمر يتساءل في ختام هذه التغريدة أما أحمد السيد فتحت هاشتاق مجزرة التضامن كتب ومجزرة الحولة ومجزرة بانياس ومجزرة دارية وغيرها من المجازر التي حصلت في سوريا ولا تزال تحصل في سجن صندنايا وغيره أيضا كلها منقوشة في ذاكرتنا المليئة بالآلام ويجب أن يعرفها وأمثالها الجيل فلا يرضو لأنفسهم سكن القاع والاقتيات على التفاهات في تغريد أخرى أيضا عبر توتر لمتابعة هذه المجزرة وإلى الخلد يقول مئات الفيديوهات عن مجازر سلمت للسفارة الأمريكية والسفارة البريطانية أخطر بكثير من صور قيصر ولم يخرج أي منها للعلن فيديو مجزرة التضامن الذي خرج بشكل سياسي بريطاني ضد إجرام بوتين هذا لا يخفف من وحشية المجزرة ولكن أيضا لا يخفف من تواطئ المجتمع الدولي والمجرم الحقيقي نكتفي بهذه التغريدات عبر توتر ونعود إلى ضيفنا عبر سكايب فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساذ فضل الحقيقة التغريد الأخيرة تضع تساؤلا مهما أن هناك صراع موجود عالمي اليوم بين بوتين والغرب بريطانيا أخرجت هذا التحقيق في هذا التوقيت لأن المسألة سياسية أكثر منها مسألة حقوقية هل تتفق ربما مع هذا الرأي يعني لا أتفق مع هذا الرأي بريطانيا أخرج شو دخل الحكومة البريطانية بهذا التحقيق أمر غريب عجيب هذا التحقيق هو من قبل الباحثين الجارديان طبعا بريطانية كما تعرف والحكومة البريطانية اليوم في صف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحديدا ضد الحرب الروسية في أوكرانيا يعني الجارديان البريطانية وهو في خلط أن الجارديان هي نشرة التحقيق وليس كي أنا ذكرت اللي قام بالتحقيق هو النيوز لاين واللي قاموا بالتحقيق هم باحثين صار لهم ثلاث سنين عم يشتغلوا عليه هلأ صار وقت نشره ونشرته الجارديان إحدى اللي نشروا التحقيق واللي انتشر التحقيق نشرته كتير يعني غير الجارديان بالإضافة الجارديان والجارديان هي نشرة جزء منه فيعني الكلام لكن أنا بتأم البروفيسور أور والباحثة أنصار هم اللي يشتغلوا عليه وصار لهم ثلاث سنين عم يشتغلوا يعني بمهنية عالية بعيدة عن التسجيس ما لدخل هون السياسي نحن منتمنى بالعكس يعني منتمنى أنه والله تتبنى الحكومة البريطانية ويتبنوا الدول الأوروبية وأنه يصعدوا الإجراءات ضد النصام يعني بالعكس يعني بس مو أنه هلأ أو هن السبب خلفه أو الآن لا يعني الأمور مش هيكة بتجري بالسياسة وبالعلاقات الدولية لكن الآن إذا هن صعدوا موقفهم ضد روسيا تضيق على روسيا بسوريا هذا لصالح الشعب السوري ولصالح السوريين لأنه هذا روسيا هي حليف متوحش وقف بشكل بربري لجنب النظام السوري لكن قبل الكشف عن الجرائم مستاذ فاضل ربما كان لا يثير حفيظة المجتمع والرأي العام العالمي لكن اليوم هل برأيك تبدو الأمور مختلفة في مناطق جغرافية أخرى غير سوريا أوكرانيا بشكل مباشر أقول العالم كله يصطف ضد أي مجزرة كانت صغيرة أو كبيرة وكلها طبعا مرفوض بينما عندما يتم الكشف في مناطق مثل سوريا مثل اليمن مثل غيرها من المناطق العربية لا يتم الحديث فيها بالشكل المطلوب والتعامل معها بواقع قانوني أمثل يعني أول شيء الغرب أدموا للأوكرانيين هو حق الأوكرانيين وروسيا هي معتدية ولي أدموا لهم هي شيء طبيعي بس باتفق معك أنه كان لازم يتأدم لدول أخرى وأنه نفس الإجراءات التي اتخذت هنا تتخذ هناك لأن حماية الإنسان هي واحدة والبشرية متساوية سواء أوكراني أو سوري أو يمني الإجراءات يجب أن تكون لحماية القانون الروسيا اعتدت بسوريا دخلت بشكل غير قانوني لصالح النظام السوري النظام السوري اعتدى على السوريين بشكل متوحش وغير قانوني شفنا نحن هذا التحقيق هذا بنتهك القانون الدولي بنتهك القانون محلي بنتهك كل القوانين اللي عملوا النظام السوري ما تم اتخاذ خطوات مثل يدخل شكل من اشكال ازدواج المعايير لان اوكرانيا هي اهم من سوريا على سبيل المثال واهم من اليمن هذا هو السبب لكن هذا ما نمبرر ابدا نحن نأمل انه يكون في مصالح انه روسيا يتم هزيمتها بسوريا ونفس الشيء ايران هذا بيرجع لصالحنا انه حلفاء الاسد الاساسيين ايران وروسيا اذا تصعد الموضوع ضده ماذا بيضع في الاسد وايضا بيسهل اكتر التخلي عنه وتحقيق انتقال سياسي للسورية طيب الان سؤال اخير يعني لو اردنا يعني ان نسير بخطوات عملية من اجل موضوع المحاسبة لدينا فيديو ولدينا توثيق ولدينا امور جديدة ما هو المطلوب تحديدا وايضا من هي الجهة التي يجب ان تحاسب او على الاقل تسير نحو مسارة المحاسبة يعني المحاسبة مثل ما ذكرت ما بدنا نحصر بالموضوع القضائي لكن اذا اعتقد السؤال المتوجه لموضوع انه مقاضات النظام اللي جهها انه كان المفروض المحكمة الجنائية الدولية اللي هي انشئات لتحاكم الجرائم حرب ضد الانسانية والابادة بشكل اساسي لكن انه في اشتراطات انه الدولة لازم تكون صادقة على الميثاق طبعا نظام ما مصادق او بيكون في احالة من مجلس الامن وفي فيتو روسي منع هاي الاحالة بالتالي المحكمة اغلق المجال الها الان في انه فتح مجال صغير جدا هو انه اختصاص القضائي العالمي الدول انه اللي عندها هاي الميزة بالقانون الجنائي تبعها تقدر تحاسب مثل شفنا المانيا والنيرويج والسويد عندها الاختصاص يعني معظم الدول الاوروبية تمشي بهذا الاطار اعتقد انه هذا المجال الوحيد المفتوح حاليا لكن يجب ان نضع بالاعتبار انه يتم انشاء محكمة خاصة لسوريا يتم ايضا دول تدعم قضاء وطني سوريا ضمن مسار عدالة انتقالية لمحاسبة هذول المجرمين لانه حتى المحكمة الجنائية هي بتحاسب افراد معدودين تحاسب 20 شخص 30 شخص بالكثير بس نحن بسوريا شفنا نحن 12 سنة من النزاع وشفنا اعداد هائلة من مرتكبي الانتهاكات نحن لدينا قاعدة بيانات للنظام السوري واحده المتورطين بالاتهاكات حوالي 6000 شخص يعني في عندك انت اطراف تانية وبالتالي هذول كلهم لازم يخضعوا لمحاكم وطنية لحتى اول شي يكون في ادانة ضدهم ما يتم والله اعادة تأهيلهم مرة تانية نفسه هذا اللي ارتكب بالجرائم انه يرجع يشتغل بوظائف الدولة مرة تانية او يعيش فائدة العدالة والمحاسبة اشكرك جزيلا لحضورك معنا عبر سكايب فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان شكرا جزيلا لك ودعونا مشاهدين ان نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود بعده لاستكمال الحديث في تداعيات الكشف عن مجزرة التضامن من جديد مشاهدين نرحب بكم ومستمرون في المشهد للحديث حول تداعيات مجزرة التضامن نرحب من ضمام ضيفي هنا في الاستيديو ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي أهن بك أستاذ ياسر حياكم الله أهلا وسلم حياك الله وقبل البدء بهذا النقاش نتوقف عند متابعة هذا التقرير مشاهدين ثم نعود مجزرة حي التضامن عنوان جريمة وحشية تضاف إلى عديد الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ومقاتله في سوريا في حق الشعب السوري الأعزل وبالمقابل صمت دولي رسمي رغم الغليان والغضب الشعبي والمطالبات المتجددة بالمحاسبة والعقاب مشاهد صادمة نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية كانت كفيلة بأن تذكر العالم بوحشية الأسد ونظامه حيث تداولها رواد مواقع التواصل منددين مستنكري لكن بالمقابل لم تلقى ردود فعل رسمية باستثناء تعليق وزارة الخارجية الأمريكية حيث أكد متحدث باسم الوزارة أن الولايات المتحدة ملتزمة محاسبة النظام السوري على الفضائع التي ترتكبها بحق شعبه موضحا أنه مسؤول عن قتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد إضافة لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل ومرأة وطفلة وبين التدديد الأمريكي والغضب الشعبي على إجرام النظام السوري وأعوانه يتساءل الكثيرون عن مصير الدعوات لمحاكمة الأسد بجرائم الحرب التي ترتكبها أو مصير دعوات معاقبته دوليا في الوقت الذي تسير فيه العديد من الأطراف والجهات الرسمية إلى تلميعه وتطبيع العلاقة معه وتصديره من جديد ممثلا رسميا للشعب السوري والدولة السورية مشاهد مجزرة حي التضام تؤكد وترسخ تلك التساؤلات كما تذكر بعشرات الجرائم والمجازر التي ارتكبت في سوريا ليس ابتداء من مزاجر السجون إلى مجزرة خانشخون وليس انتهاءا من مجزرتي الحول وبانياس وغيرها كثير كلها لا تزال تنتظر التحقيق المعمق والمحاسبة العادلة لمرتكبها تحت طائلة القانون الدولية فهل ستتحرك الجهات الدولية المعنية كما تحركت سريعا أمام إجرام فوتين في أوكرانيا وهو الحليف الأول والأكبر للأسد أم أن مشاهد مجزرة التضامن ستلقى بعض التنديد والتعاطف ثم تضاف إلى أرشيف العشرية الحمراء السورية الذي يعج بالجرام لنتبعنا هذا التقرير حول هذه الجريمة المروعة التي كشفت عنها أستاذ ياسر صحيفة الغاردين البريطانية كيف تبعت هذا الكشف عن هذه الجريمة وكيف تقرأه وتصنفه أيضا يعني بداية عزائنا إلى أهلنا السوريين فعلا مشاهد مؤلمة جدا أنا أرى حقيقة أن هذا الشكل هو شكل ممنهج يعني أسلوب تعامل النظام مع المجتمع السوري حقيقة أن النظام يريد الوصول إلى سوريا متجانسة يعني لي أن النظام سيقتل كل سوري يعني يعارضه حتى بمجرد المعارضة يعني في الزهن أنا بتصوري النظام يتبع سياسة أب والده السابق كانت هناك مجازر في عهد الأب حافظ الأسد البائد وأيضا يعني كما يقال يعني تنميس تفوق على أستاذه من خلال الجرائم التي تتركبها بشار الأسد في فترة ما بين عام 2011 وحتى تاريخ اللحظة بتصوري المستنكر هو سلوك هؤلاء الذين قاموا بهذه المجزرة وكأن الأمر لا يعنيهم أنا بتصور لو كان هناك حيوانات نافقة تم سكب الديزل عليها وتم حرقها لكان هذا المشهد مؤسر ومؤلم فما بالك في بشر أحياء كانوا قبل لحظات يعني على قيد الحياة يسيرون على أقدامهم ومن ثم تم التعامل معهم بهذه الصيغة الجرمية المقيتة ومن ثم يتم سكب الوقود عليهم ويتم حرقهم كل هذا يعني لأن هناك حالة مرضية تم تربيتها في أفرع أو أفرع الأمن لدى النظام أفرع الأمن كلها تتعامل مع المعتقلين في حالة دونية هذا غيض من فيض هذا المشهد الذي صوره يمكن أن يكون أكثر جمالية من الحقيقة هناك أبشع بكثير من هذه المشاهد عاشها السوريون في السجون عاشها السوريون في مجازر شتى في مساحة الأراضي السورية نعم من يتحمل المسؤولية ما ورد في هذا الفيديو؟ عندما نتكلم عن أن مشروع ممنهج نقول أن هناك إدارة تدير مثل هذه المشاهد حتى عملية التصوير لو كان هذا الشخص الذي قام بهذه المجزرة مريض نفسيا فما كان لا يتباهى سما وأنه عنصر من عناصر الاستخبارات بل كان على العكس حتى أن الجهاز الذي تم الكشف أو تسريب الملف من خلاله هذا الجهاز موجود في فروعة الأمن إذن المشهد موجود لدى فروع الأمن لديه أرشيف أفرع الأمن للعديد من المجازر إذن هذه سياسة ممنهجة تطالب إدارات الأفرع الأمنية عناصرها بأن يقوموا بهذا الأمر من أجل إخافة الشعب السوري من أجل الوصول إلى حالة قطيعية مع الشعب السوري بحيث أن الشعب السوري ينساق إلى أوامر النظام بدون أي تفكير كون أن العقوبة واضحة للعيان مجازر سترتكب بحقه اغتصابات في حق النساء قتل في حق الأطفال كل هذا يعني لي أن هناك فعلا مارد يتم تربيته في فروع الأمن من أجل الاستقواء وقتل السوريين في خارج المشهد هناك مارد ولكن من جهة أخرى دعني أتحدث من جهة الشخص الذي صور هذا الفيتيوري أن مسألة التسريب يقال أن هذه هي تعني بشكل أو بآخر وجود أشخاص أو ربما حتى جهات داخل النظام بغض النظر هي كانت داخل الجيش أو داخل النظام من ناحية السياسية هي ترفض هذه الجرائم وترفض الإقدام على هذه الأفعال وبالتالي هي حاولت إظهار حقيقة ما يجري بسبب رفضها هل تتفق أو تختلف ربما حتى مع هذه الرؤية يعني بتقول ليس كل سوريين متواجدون في أجهزة النظام على نفس الترتيب نقول أن هناك فعلا حالة يعني عمليا حالة استفائية لأشخاص يمكن أن يكونوا مريضين نفسيا يمكن أن يتحملوا أن يقوم بهذه الواجبات وهناك أشخاص يعني يرون بهذه المظاهر أنها غير مبررة ولكن لا يملكون من أمرهم شيئا أنا بالتصوري كل من يتعامل مع النظام ويقبل أن يكون كل هذه المشاهد يعني تسير من أمامه فهو أمام موقفين إما أن يخرج من سلة النظام وحتى لو كان خروجه صامتا ولكن لا يقبل أن يستمر مع هذه المنظومة أو أنه بعد فترة سيكون جزء من هذه المنظومة وسيعتاد على هذه المشاهد كما يقال أن الجزار لا يهموا عملية السلخ كون أن عملية السلخ هي عملية روتينية يقوم بها كل يوم الآن حالة التجهيز لأفرع الأمنية لأشخاص متواجدين في الأفرع الأمنية أنا أتصور يصلون بهم إلى هذه الحالة أما بالنسبة لعملية التصوير فهناك توثيق حقيقي يقوم بأفرع الأمن من أجل كما ذكرت وتسريبها من أجل إخافة السوريين في نفس الفترة هذا من جانب أخر من أجل ترقيات بعض العناصر الذين يمتهنون مهنة القتل يعني ابتكارات وإبداعات في عمليات القتل والأمر الثالث أنا بتصوري وكأن هذا الأمر يريد به الضباط أو عناصر الجيش أو الاستخبارات أن يكون لديهم أدلة بأنهم ما قاموا بهذا الأمر بدون أوامر من سلطات أعلى لذلك الأرشفة ووجود كل هذه الأمور لدى وثائق أفرع الأمن تغطي العناصر الذين قاموا بهذه الجرائم كون أن هناك سلطات أعلى منهم طلبت بهذا الأمر أنا أحمل المسؤولية وكل السوريين يحملون بتصوري القائد العلى للجيش والقوات القائد رئيس الاستخبارات العامة كل هذه الأمور لا يمكن أن تتم في فروع الأمن أو في الشوارع أو في هذه المجازل إلا بعلمهم أو بأوامر منهم على وجه التهليم المشاهد التي كشفت تحقيق وبدت مروعة بخلاف أيضا تأثيراتها الإنسانية هل تعتقد أن يكون لها أي تأثيرات سياسية في قادم الأيام؟ يعني بتصوري هناك أكثر من أثر سياسي يمكن أن يتولد عن هذه المشاهد أولا بالنسبة للمنظومة الدولية التي من المفترض أن تقوم بواجباتها بتطبيق القرارات الدولية أتكلم عن 218.254 الصادران عن مجلس الأمن التي حتى هذه اللحظة لا يقوم النظام العالمي أو حتى دول مجلس الأمن بواجباتها باتجاه تنفيذ مثل هذه القرارات تأكيدا لصورة ما يقال على أنه يجب أن يكون هناك مجلس انتقالي بعيدا عن سلطات بشار الأسد مع محاسبة هذا المجرم الأمر الثاني أنا بتصوري في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد نظام الأسد يعاد تعويمه من قبل الروس ومن خلال جولات الروس في المنطقة وهناك بعض النداءات على حضور هذا النظام إلى قمة الجامعة العربية في الجزائر وهناك بعض الأصوات التي بدأت تتعالى أنا بتصوري من المخزي الآن أن يقول أي نظام عربي على أنه نظام صديق لبشار الأسد أو يقبل بعودة نظام بشار الأسد إلى الحكم أن يكون ضمن هذا المعترك أتكلم عن الجامعة العربية على وجه التحديد أي نظام دولي الآن أو أي نظام عربي يتم بتطبيعه يقول على أنه يقبل أن يضع يده بيد مجرم غير صحي غير سوي مجرم بحاجة ليس فقط إلى عدالة من أجل إنصاف الذين قاموا بجرائهم وإنما من أجل أيضا إنصاف من حوله هو إنسان مجرم غير سوي مريض نفسي الأمر الثالث أنا بتصوره هذا الأمر مهم جدا المقارنة بين هذه الجرائم وما يتكب الروس في الجرائم في أوكرانيا أتكلم عن مجزات بوتشا أتكلم عن مجزات إيربين هذه الجرائم كان هناك تسليط أضواء إعلامية أكبر كان هناك تغطية حتى من المعرفات الإلكترونية بشكل كبير جدا حتى الزيارات يعني يكاد لم يبقى رئيس وزراء غربي إلا وزارة هذه الأماكن آخرها كان جوتيريش أنا بتصوري هذه المجازر يجب على الساسة السوريين المعارضة بين قوسين السورية أن تقوم باستقطاب موقف دولي باتجاه محاسبة المجرم وإقامة عدالة حقيقية باتجاه من التكب بحقهم هذه الجرائم وأهاليهم وأسرهم بتصوري المجتمع الدولي سيقف أمام مفترق طرق إما أن يعبر عن إنسانية حقيقية أمام ما يحصل أمام كل المجتمع أو يكون فعلا حالة عنصرية يقول أن أصحاب العيون الملونة وأصحاب الشعر الأشقر لهم مرتبة إنسانية فيما سوى الآخرين إذن بالنتيجة هناك مواقف وواجبات على المعارضة السورية وهناك واجبات على المجتمع الدولي وبالنتيجة أريد أن أقول لا يمكن أن تعود سوريا إلى حالة إنسانية حقيقية طبيعية إلا بعد محاسبة المجرمين وإنصاف الذين ارتكب بحقهم كل هذه الجرائم لا يكون إلا من خلال محاسبة المجرم لا بأن يكون إعادة تدوير لهذا المجرم وأن يقال أن عفى الله عما مضى وأن هذه حرب أهلية ويمكن للسوريين أن يتجاوزوا ما حصل ليست حرب أهلية ما حصل هو فريق إجرامي بعينه يترأسه ما يسمى رئيس نظام بشار الأسد هو الذي قام بكل هذه الجرائم يجب أن يحاسب على التكابة هذه الجرائم وهذه الأدلة والقرائن لا تكاد موثقة من قبل الجارديا وموثقة من قبل كل الأنظمة القارونية ذكرت مسألة استقطاب المجتمع الدولي للمحاسبة لكن هل نكون نحن أمام استفاقة للعدالة الدولية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أم أن العدالة التي يعتقدها المجتمع الدولي وأخصنا بالذكر للولايات المتحدة الأمريكية التي صرحت ملتزمون بالمحاسبة محاسبة ستكون على شكل قيصر جديد ربما ليس أكثر من ذلك وليس عملية تقييم قانوني لما يجري وبالتالي المحاسبة القضائية أو الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم تصولي هذا السؤال زكي جدا عندما نقول أن المجتمع الدولي يصرح يدلي ببيانات ولكن بالنتيجة ما هي الجراءات التي يقوم بها المجتمع الدولي وعلى وجه تحديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بيدها أكبر كم من الأدلة أتكلم عن ملف قيصر ولديها قانون يشرع الآن محاسبة هذا النظام ما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف أنها تطبق عقوبات على هذا النظام اليوم على وجه التحديد يصدر تقرير من الخارجية بأن النظام لديه أموال ويستطيع إدارة أموال خاصة به إذن هذه العقوبات لا تقدم ولا تؤخر بالتجاه تغيير كما يدعون سلوك النظام نظام يعتاش من خلال تجارات المخدرات يعتاش من خلال التكاب مجازر وجرائم هذا النظام لا يمكن أن يتم معالج سلوكه هذا النظام يجب أن يحاسب من أجل أن لا يتشكل مارج جديد شأنه شأن بوتيني اليوم الذي بدأ بقدم أوكرانيا ولا يعلم متى سينتهي عملية القدم أنا بتصوري المنظومة الدولية التي كرستها نظام مجلس الأمن والخمسة الكبار أصبح واضحا للعيان أنها منظومة فاشلة لا تؤمن حيارة غير للإنسان بشكل عام بل على العكس تؤمن استمرار للمجازر وتؤمن استمرار لديكتاتوريات تتجاوز القانون وتحت ما يسمى شعارات مجلس قرارات مجلس الأمن نعم بالنسبة للنظام السوري نحن نتحدث عن المجتمع الدولي نعم ولكن النظام السوري يحدث عديد الاختراقات في الفترة الأخيرة ليس دوليا وإنما حتى إقليميا في المنطقة العربية ونعرف أنه زار أكثر من بلد في الفترة الأخيرة هناك تواصل على مستويات عالية من قبل بعض البلدان المجاورة مع أطراف مهمة ووازنة أيضا في النظام السوري وبالتالي هناك أصطلح عملية التطبيع مع النظام السوري في الفترة الأخيرة وعودته إلى حضن الجامعة العربية في ظل مطالبات عديدة من عديد العواصم العربية هل هناك من مسؤولية أصبحت الآن ملقاة على عاتق هذه الدول التي تحاول إعادة إنتاج أو تأهيل كما يسميها البعض النظام السوري مرة أخرى إلى الواجهة العربية هل من مسؤولية بعدك كشف هذه الجرائم وهذه التحقيقات لهذه الصور المروعة يعني أنا أتفهم أهمية الوضع الجغرافي لسوريا كدولة دولة ارتباط للعديد من المشاريع من أهمها مشاريع نقل الطاقة عبر الأراضي السورية أنا أتفهم أن الدول العربية بعض الأنظمة تنظر إلى سوريا بشكل كامل على أنها شعب وجغرافيا بالإضافة إلى منظومة حاكمة أتفهم أنهم يمكن أن يقعوا في أخطاء أن النظام يمكن أن يتغير سلوكه ولكن مثل هذه القراءة والأدلة التي أثبتت بشكل غير قابل للنقض على أن هذا النظام لا يمكن أن يتم تأهله كإنسان دون على أنه تصرف التصرفات حتى لا يقوم بها الحيوان أنا لم أرى حيوانا يقوم بالرقص على فرائسه بعد قتله إذن هذا النظام الغير سوي إنسانيا أتصور حتى تعود العلاقة طيبة بين الدول العربية وحتى يعود استفادة من الجغرافيا السورية يجب أن يكون هناك حل سياسي شامل في سوريا يبدأ بعملية انتقال سياسي حقيقي ويتم بمحاسبة كل من طلقت تخط يده بهذه الجرائم أتخص بالذكر جرائم ضد الإنسانية لذلك أنا بتصوري كل من يبرر لنفسه بلقاءات سنائية مع النظام على أنه يريد أن يسحب هذا النظام من عباءة أو خيمة إيران أنا بتصوري ليصل إلى نتيجة واضحة المعالم على أن هذا النظام لا يمكن تأهله لا يمكن إعادة التطبيع العلاقات معه وإنما هذا النظام يجب الضغط عليه من أجل أن يتنحى ويكون هناك نظام سوي سياسيا في سوريا حتى يتأمن مصالح لدول الجوار ويكون سوريا دولة تتعايش مع دول الجوار لا أن تشكل خطرا وعبئا ليس فقط على الدول الجوار وإنما على الأمن والسلم الدوليين ما بعد هذا الكشف ومعد هذا التحقيق وهذا الفيديو الذي قدمه وحضي أيضا باهتمام عربي وعالمي أيضا ما هو المطلوب؟ وما الذي نتوقعه أيضا؟ هل فعلا من الممكن أن يحاسب النظام على ذلك؟ أنا بتصوري مبدئيا ليعلم الجميع أن هؤلاء المرتزقة الذين سحبتهم روسيا من سوريا جزء منهم ما يعرف بأمجد يوسف هؤلاء سيرتكبون مجازر في أوكرانيا يندلها الجبين إذن محاسبة النظام مع عمليا تطبيق عملية الضغط للانتقال السياسي في سوريا يجنب المجتمع الدولي مزيد من الجرائم ليس فقط على الأراضي السورية إن كانت تعنيم أن الشعوب السورية طبقت عليها هذه الجرائم ويتأسفون عليها ونرىهم الآن يتخوفون على انتكاب جرائم في أوروبا فأنا برأيي يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية لهذا النظام بالنسبة للنظام بشار الأسد أنا بتصوري هو صنف نفسه على أنه نظام تابع لبوتين أيضا نظام بوتين الآن يعتبر نفسه خارج مظلة القانون ويعتبر نفسه أنه يستطيع تجاوز كل هذه القوانين المعمول بها بالنتيجة يعني امتداد لامتداد مجزلة بوتشا هي امتداد لما حصل في مجزلة حي التضامن وما حصل في يعني المدن الأوكرانية هي امتداد لما حصل في حلب وما حصل في إدلب وسواها من المدن السورية حتى يكون هناك حقيقة يعني عودة لمصداقية ما يعرف بالنظام الدولي ومجلس الأمن والجمعية العمومية لأمم التحنية يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية لهذا النظام وأن يكون هناك تطبيق للعدالة الدولية ليس فقط في سوريا أو في أوكرانيا وإنما في كل الدول أشكرك جزيلا على حضورك معنا ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لكم الشكر أيضا مصول لكم مشاهدين الكرام على متابعة المشهد لهذا اليوم هذه أطيب المناف بإمان الله شكرا لكم